اشتركوا في القناة لأن دوريات خفر السواحل القطرية عمدت إلى انتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها صيادو البحرين من قبلهم مؤكدة بأنها تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلة وضافت لبلوشي أن السلطات القطرية ارتكبت العديد من الانتهاكات والاعتداءات على البحارة البحرينيين والأجانب العاملين لديهم ومارست معهم أسليب قمعية فمنهم من أصيب وقتل ومنهم من تم اعتقاله في السجون دون محاكمات